للقوف على المشهد السياسي في العراق خلال عام 2018 يسعدنا أن يكون معنا الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين السبعوي عبر الأقمار الصناعية ألم بكم أستاذ حسين إلى سودي الرافدين عام 2018 شهيد انتخابات صاحبها مشاهد عدة أبرز هذه المشاهد ومشهد المقاطعة الشعبية للانتخابات ومشهد صراع شركاء العملية السياسية الذي وصل إلى حد العنف والسعراض القوى إلى ماذا ترجع ذلك الصراع بين شركاء العملية السياسية يعني أنا أعتقد أنه سبب المقاطعة هو عدم التقى بهذه الانتخابات لأنه أغلبية الشعب العراقي جربوا هذه الانتخابات وكان التزوير هو السائد على هذه الانتخابات التزوير يسقط شرعية الانتخابات نسبة عدم المشاركة أو قلة المشاركة تضعف شرعيتها أما التزوير والذي هو حاصل في الانتخابات هو الذي يسقط شرعية هذه الانتخابات أما سبب عزوف الناس عن هذه الانتخابات هو سبب الرئيسي والتزوير ولهذا سبب قانون الانتخابات في العراق يحتاج إلى تغيير وإلى تعديل لا يمكن بهذا القانون أن ترشح القوات المسلحة والميليشيات إلى هذه الانتخابات في حين أن ننص الدستور العراقي يحضر أولا تشكيل الميليشيات في المادة السابعة وفي المادة التاسعة يحضر ترشيحها ويحضر ترويجها لأي دعاية انتخابية اليوم قادة الميليشيات هم مرشحين ورؤساء قوائم في هذه الانتخابات فهناك خرق للدستور خرق كبير من قبل الحكومة وميليشياته لهذا السبب حزفت الناس من هذه الانتخابات ولم تثق بنتائجه إضافة لأنه تكلمت كما تكلمت تقرير ماركو أنه الحكومة نفسه والبرلمان العراق السابق نفسه أقر بأن هناك تزوير كيف ظهر أنه كيف ما بعد العدوى الفرز يظهر أنه النتيجة متطابقة 100% في حين العدوى الفرز الأولي بنسبة 10% ظهر الفرق 40% لهذا السبب أنه عدم الثقة في هذه الانتخابات كان هو سبب العزوف وسببه هو التزوير السايد في هذه الانتخابات من 2003 إلى 2018 خلال الانتخابات شهيدنا دائما قادة ميليشي الحج لأنهم لن يدخلوا الانتخابات وجرى هذا الكلام خلال فترة طويلة قبل الانتخابات جرت الانتخابات وبعد الوعود بعدم دخولهم للانتخابات فوجئ الشعب العراقي بدخول قادة الميليشيات في الانتخابات وبقوة من الذي دفع بهم للانخراط في العملية السياسية رغم وعودهم الشخصية التي تعوعدوا بها لأنهم لن يدخلوا في الانتخابات يعني بداية هي جميع الوعود منذ 2003 إلى الآن هي وعود غير صادقة وندرك أنها وعود كاذبة من حيث الوعود نحن ندرك أن الوعود جميعها هي غير صادقة أما الدخول كلامهم أنه عدم الدخول لأن الدستور العراقي لا يسمح لهم بالدخول الدستور العراقي المادة التاسعة من الدستور العراقي جيم تنص على عدم مشاركة ولا يحق لهم للترشيح ولا يحق لهم الترويج للانتخابات فكانت كلمون بسقف الدستور وعندما دخلت الانتخابات أنا أعتقد أن هناك عامل خارجي أجبر هؤلاء القادة للميليشيات أجبرهم أو دفعهم إلى المشاركة في الانتخابات للسيطرة على البرلمان والسيطرة على العمل السياسي لأنه لا يكفي السيطرة على المفاصل الدولة الأمنية من وجهة نظرك ما هو العمل الخارجي برأيك؟ أنا أعتقد إيران يعني لا أشك في هذا أبدا وعدم بموافقة أيضا أمريكية لأنه لا يمكن أن يجري شيء في العراق حتى لو كانت إيران بدون الرضا الأمريكي ما يجري في العراق هو التوافق الأمريكي الإيراني على السحة العراقية أما أنه ما يقال بأنه أمريكا ترفض وإيران هي على خصم مع أمريكا هذا الكلام يعني غير منطقي ويخالف وهو موجود على الأرض إذا مع التوافق الإيراني الأمريكي بدخول قادة ميليشيا الحج إلى الوجهة السياسية والانتخابات العراقية كيف انعكس دخول قادة الميليشيات على المشهد السياسي يعني المتأزم أساسا يعني هو زيادة الطيم بلى والأمور من سيء إلى أسوأ وهذا معروف اليوم مدرك الشعب العراقي أنه كنا سابقا نعاني من الفساد الآن إضافة للفساد المشاكل الأمنية فلهذا السبب هي زيادة للطيم زيادة الطيم بلى ليس إلا وإلا كيف اليوم قادة عسكرين وقادة ميليشيات يرأسون قوائم ويدرون المشهد السياسي والمشهد الأمني بمعنى ما فاصل الدولة كاملة مسيطرة عليها من قبل هؤلاء أعود إلى المشهد الثاني والأبرز يعني من المشهد الانتخابات هو مشهد المقاطعة الشعبية الكبيرة لهذه الانتخابات والتي وصلت إلى حد 80% كيف ترى المقاطعة ودلالتها؟ يعني 80% مقاطعة عطرة في وجود 20% فقط ممن ذهبوا للانتخابات كيف من الممكن أن تشرعن انتخابات وتشرعن حكومات ومنتخبين بـ 20% فقط من الشعب المنتخب يعني هي الانتخابات كانت رسالة واضحة فيها معاني كثيرة بأن هذه الانتخابات لن نقبل بها لم نشترك بها ليس رفضا للعمل السياسي وإنما رفضا للتزوير رفضا لهؤلاء المرشحين رفضا لأداء من سبق هذه كانت رسالة واضحة وهي طعنا في شرعية الانتخابات كما ذكرت لك وأما التزوير فيلغي الانتخابات كاملة وثبت التزوير الذي هو أكثر من نسبة المشاركة التزوير هو الثبت وهذا يلغي شرعيته وعدم المشاركة إثبات التزوير أستاذ حسين ولكن مررت هذه الانتخابات وفرضت على الشعب العراقي يا سيدي من 2003 تمرر قرارات يعني أولا هي لا دستورية ولا منطقية ولا عرفية ولا يقبل بها أي عاقل ومررت منذ 2003 إلى الآن تمرر قرارات وتمرر قوانين رغما على الشعب العراقي وهذا معناه هناك عامل خارجي مساند لما يجري في الداخل إحنا إذا ما كان إذا ما ينفصل عامل الخارجي عن العامل الداخلي لا يمكن أن تحل مشكلة العراق لا بد من فصل عامل الداخلي عن الخارجي لا بد من عدم الدعم لهؤلاء من قبل القوى الخارجية والقوى الدولية لحد هذه اللحظة جميع القوى داعمة لما يجري في العراق ولهذا سبب نعاني من سيء إلى أسوأ نعم بالحديث عن الحكومة الجديدة بعد إتيان عبد المهدي عادر عبد المهدي وإزاحة حيدر العبادي من الوجهة السياسية هل برأيك الحكومة الموجودة حاليا في العراق هي عبارة عن تبديل أوجه سياسية أم أن عادر عبد المهدي وقدر فعلا على عمل ما تعاهد به قبل الدخول في رئاسة الحكومة وبعرضه للبرنامج الحكومي خاصة أنا أعتقد حكومة سيد عادر عبد المهدي من عفو الحكومات التي جاءت من بعد 2003 لسبب هنا السبب الأول هو ليست لديه كتلة كبيرة تسانده هذا واحد ثانيا سحب البساط من حزب الدعوة وحزب الدعوة الآن يعمل جاهدا على إفشال عادر عبد المهدي رغم فشله منذ البداية لكن حزب الدعوة سيعمل جاهدا على إفشال عادر عبد المهدي لأنه سحب البساط من حزب الدعوة لأن حزب الدعوة من 2003 إلى الآن منصب رئيس الوزراء هو مسيطر عليه من قبل هذا الحزب فعندما جاء عادر عبد المهدي وهو أقرأ وهو جزء من المدلس الأعلى بأن هناك تغيير داخل مكون الإتلاف الشيعي الحاكم فأعتقد أن حكومة سيد عادر عبد المهدي أضعف الحكومات الموجودة والتي سبقت نعم انتهى عام 2018 يعني لم تكتمل تشكيل الحكومية هل هناك أمل في اكتمال تشكيل الحكومة في ظل التهديدات والضغوطات التي تذب العراق إلى طريق اللعودة يعني لا يوجد نظام برلماني بالعالم منذ شهر مايس العام أجرت انتخاباته إلى حد الآن لم تكتمل حكومة لا يوجد بالعالم مثل هذا النظام أبدا لا نظام برلماني ولا نظام رئاسي ولا ملكي لا يمكن أن يقبل منذ شهر الخامس إلى الآن هي حكومة لم تكتمل هذا بمعنى لو كانت هناك رئاسة جمهورة تستخدم صلاحياته الحكومة فشلت وعادت الانتخابات لأن هناك سقف زمني لتشكيل الحكومة هذا واحد ثانيا اليوم عندما الحكومات السابقة التي اكتمرت ما الذي قدمته للمجتمع العراقي؟ ما الذي قدمته؟ مجموعة فساد في فساد في فساد فساد قممي في العراق فساد قممي في العراق على مستوى الحكومة والبرلمان والمؤسسات الأخرى هذا من الصعب جدا إصلاحه أنا أقول حكومة السيد عبد المهدي سواء اكتملت أم لم تكتمل هي عاجزة أن تقديم أي شيء للمجتمع العراقي إذن ما مصير الحكومة في 2019؟ ستستمر ستستمر لماذا؟ كيف ستستمر؟ لأن هناك تمسك في هذا المنصب باعتباره هو مكسب ومغنم وليس هو مسؤولية لخدمة المجتمع العراقي هذا واحد ثانيا غياب المشروع الوطني ثلاثة غياب معارضة برلمانية حتى تسقط الحكومة من لديه خمس نواف في البرلمان هو مشارك في الحكومة فكيف سيحاسب الحكومة؟ كيف سيسقطها؟ أربعة هناك دعم خارجي دولي لهذه الحكومة فلابد أن تستمر في مرة ظروف أسوأ مما تجري الآن والحكومة استمرت وعد وعد ومضت الأربع سنوات مالته ولم يحاسب فاسد لم يحاسب مقصر لم يحاسب أي شيء لهذا السبب أنا أعتقد أن الحكومة لن تسقط ولكن ليس لأنها ستقوم بأداء مهمتها على أفضل وجه وإنما لأنها تعتبر هذا المنصب ومغنما من الشعب العراقي ولابد أن تؤدي دورها كما أدى سابقا من الفساد إلى آخر نعم للسيد حسين السبعوي الكاتب البحث السياسي كنتم أن عبر الأقوار الصناعية شكرا جزيلا لك